أتوقف معك أيضا إلى محور آخر إلى الصراع في البحر الأسود وأيضا بحسب رويترز ذكرت بحسب صيادين في البحر الأسود في أيضا مضيق البوسفور برصد جسم بالقرب من منطقة روس في عالي مضيق البوسفور الذي يصف فيه البحر الأسود وأيضا هناك الغام تم رصدها في هذه في البحر اليوم هناك أي تصريحات أيضا لوزير الدفاع التركي خلوسيا كاري أؤكد بأن تم إزالة وإبطال هذا اللغم الذي قال وزير الدفاع الروسي أنه تم تحييد هذا اللغم الذي يتوصل فريقنا إلى أنه من النوع القديم هل نحن أمام اليوم حرب البحار حرب أن تكون مع هذه الألغام في البحر الأسود هل الآن الخطر أصبح والحرب ربما تنتقل إلى البحر الأسود هل هذا وجيه هل هذا صائب لا أجد مصلحة لأي جهة بنقل الحرب إلى البحر الأسود يعني لا أرى أن هناك أي مبرر لنقلها إلى البحر الأسود أما مثل هذه الحوادث يعني أنه والله هنا منطقة ألغام وهنا جرعة ألغام جديدة فكل قادر على فعل هذه الأمور لكن لا أذهب إطلاقا إلى نشوب حرب حتى ولو كانت محدودة في محيط البحر الأسود لكن هناك تحذير من انجراف هذه الألغام إلى يعني من قرب الحدود مع أوكرانيا إلى هذا البحر وبالتالي يؤثر على موانع وأرسال أيضا المواد الغذائية أو المواد أيضا من روسيا وأوكرانيا وأنت تعلم اليوم هناك تحذيرك من أزمة غذائية في العالم باعتقادك من له مصلحة في تلغيم البحر الأسود بكل تأكيد روسيا هي صاحبة المصلحة كقطع خطوط إمداد ومحاصرة لأوكرانيا لكن أنا أقول لك أنه يعني ليست من اهتمامات روسيا خاصة وأن من الذي يقابل أوكرانيا على البحر الأسود تقابلها تركيا وتركيا لا تزال حتى الآن لم تقطع الخطوط بينها وبين روسيا وروسيا يعني تستقتل في الحفاظ على مودة تركيا والتبادل التجاري والغاز والنفط إلى آخره في هذه الفترة لكن كيف نفهم يعني مع هذه الصور التي سنعرضها بعد قليل لإطلاق صواريخ كليبر هذه الروسية من البحر الأسود هناك تحذيرات بأن روسيا تحاول السيطرة على أجزاء كبيرة من البحر الأسود نشاهد معك إطلاق صواريخ روسية من البحر الأسود تجاه الأراضي الأورانية ونعود ثاني ومشاهدنا إذاً هذه مشاكتنا لإطلاق صواريخ كليبر من البحر الأسود تجاه الأراضي الأوكرانية سيد العقيد مع هذه المشاهد التي عرضناها قبل قليل هل بالفعل لدى روسيا مساعي بيعني أن يتم قدم أجزاء كبيرة من البحر الأسود بالتالي ما الخطر هنا على تركيا المشاطرة لأوكرانيا وروسيا في البحر الأسود رقم واحد تركيا لن تسمح خاصة في هذا الظرف يعني الآن روسيا منهكة ومرهقة ولا تستطيع فتح بوابة جديدة عليها مع تركيا حتى وإن كانت خارج الناتو يعني تركيا تستطيع أن تواجه كناتو وتستطيع أن تواجه كتركيا يعني فليس بصالح روسيا الاحتكاك الآن السلبي مع تركيا هي تريد مودة تركيا لأنها الآن هي الرئة الوحيدة التي تتنفش منها روسيا لذلك أنا أقول يعني قد تحصل بعض الحوادث العادية جدا يعني مثل هذا اللغم الذي وجد على الشواطئ التركية يعتبر وتركيا تقول أنه لغم قديم يعني لا نشاط جديد في المنطقة كيف تصف اليوم الدور التركي في هذه الحرب الأوكرانية وهل مساعد تركية المتوازنة كما تقول وزارة الخارجية ووزير خارجية التركي موليتشا ويش أغلو نتبع سياسة متوازنة وقانونية كيف تصف اليوم الدور التركي في هذه الحرب تركيا يعني تصير بسياسة I am number one دائما أنا أولا وهذا حقها يعني أولا بماذا بكل شيء مو أولا يعني أنه أنا المتصدر لكن ما يخص شعبي وما يضر بلدي وما ينفع بلدي هو الأول عندي أنا هكذا هي سياسة تركية وهذا يعني أي جهة تحترم وتهتم بمصالح شعبها ومصالح دولتها ودفعها إلى الأمام هذه حكومة محترمة تعتبر لذلك تلاحظ أنت أن الوضع كم ساء بين تركيا وإيران ويعني حتى الحروب قبل ما قبل 700 سنة أثيرت ويعني الضغاء وإلى آخر وتركيا حافظت على خطوط مع إيران مع روسيا أيضا نفس الحالة تماما وإسقاط الطائرة الروسية ويعني كذا مشكلة وبنفس الحالة مع الأمريكان أيضا تصريحات نتشوي شغلوا قالها يعني صراحة من قبل الرئيس أردوغان وأيضا فخر دينالتون بأنهم لن يسلموا أوكرانيا صواريخ S-400 بعد تقارير تتحدث بأن أمريكا طلبت بشكل غير رسمي تزويد تركيا لأوكرانيا بصواريخ S-400 هل كان هناك هدف لطوريط تركيا في هذه الحرب الأوكرانية يعني لا أمريكا لها مصلحة أن تورد تركيا لأن تركيا ناتو أولا وأخيرا ولا روسيا لها مصلحة لكن يعني عندما سمعت الطلب الأمريكي من تركيا يستغرب تماما يعني يعني تطلب من تركيا نقل صواريخ S-400 إلى أوكرانيا وبالتالي ستسحب يدها أمريكا عن تركيا وتتركها أنه هذه فعلت ذلك خارج ناتو نحن لا علاقة لنا لذلك تركيا يعني تعرف أين تضع قدمها ولا أتصور أنها تتورط ببرغي من هذا القبيل بما يثير معركة حقيقية مع روسيا وبالتالي قبل قليل المتحدث باسم الرئاسة التركية يقول أن تركيا تحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال الحوار مع موسكو وكييف أيضا يقول نحن مع الدول القليلة التي يمكننا التحدث بعقلانية مع الجانب الروسي وأيضا يقول يصعب التكهن بشأن الموقف الروسي القادم وهل سيتفاوضون على وقف إطلاق النار ويقول على روسيا أن تفهم أن القتال يجب أن ينتهي كي تبدأ المفاوضات هل تنجح روسيا عفوا تركيا في إنهاء هذه الحرب وإيقاف الحرب الروسية على أوكرانيا تركيا ستنجح بالبدء بالمحادثات أما إنهاء الحرب في أوكرانيا إنهاء الحرب في أوكرانيا لا يمكن لا يمكن أن تنتهي الآن الهوة كبيرة جدا الفجوة كبيرة جدا بين الروسي كمعتدي يريد أخذ هذا البلد كاملا وبين الأوكرانيا الذي يريد أن يدافع عن بلده يريد أن يعيد بلده كما كانت وغير مستعد بالتفريط بشبر منها ترجمة نانسي قنقر